قالت مراسلة المملكة أن المحكمة العلية الإسرائيلية رفضت التماساً جديداً مقدماً من محامي النائب العدوان وأكدت المراسلة مصادقة المحكمة على أمر منع رؤية المحامين للنائب العدوان الذي يستمر حتى منتصف ليلة الخميس وقالت إن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت عدم التزامها بالسماح برؤية المحامين للنائب العدوان يوم الخميس من القدس ينضم إلينا محام النائب عماد العدوان جواد بولوس أهلا وسهلا بك سيد جواد مزيد من التفاصيل حول ذلك إذن القرار حتى هذه اللحظة واضح ولكن الحيثيات التي يعتمدها الاحتلال في الموضي في ذلك وكذلك هل هو الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات مساء الخير في الواقع قد ننظر إلى هذه القضية كقضية استثنائية بواقع أن النائب عدوان لم يحظى حتى هذه اللحظة ومنذ تاريخ اعتقاله في الثاني والعشرين من أبريل باللقاء مع المحامي وهو حق كما يعرف الجميع حق أولي وأسافي في علم القضاء والدفاع من هذه الناحية وهذا ما قلت اليوم أمام قضاء مؤلفة من ثلاثة قضاء أن حالة استثنائية يجب رعاة مكانة وظرف نائب العدوان مع ذلك للأسف صادق القضاء كما جاء في بيانكم صادق القضاء على أو رد القضاء عمليا الالتماس الذي تقدم به أمس الأمر المنع كان من المفروض أن ينفد الأمر السابق كان من المفروض أن ينفد في منتصف ليلة الأول من أيار وكنا ننتظر البعضة فرصة لقاء النائب حلمت بأن المحكمة العسكرية في عوضر كانت قد نددت توقيفه حتى يوم الأحد القادم بثمانية أيام فانتظرنا عسانا نحظر بفترة بفرصة لقاءه وسماع موقفه أذاء ما أشيع وأذاء ما رأينا وشاهدنا وما أتت وسائل الإعلام عليه وسائل التراهية تحديدا لكن فجئنا بأن في ساعات المساء المتأخرة تعلمني الجهة المحاقة بإفضار أمر جديد اليوم سمح اليوم القضاء حاولوا أن يفهموا من النيابة على سبب اطلعوا على الملف السري يعني أختيبنا نكون واضحين أنه نحن لا نعرف لماذا يعني وكيف وعلى أي أساس نعم وهذا يشمل عدم المعرفة بتوجيه تهم بشكل رسمي سيد جواد طبعا 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 يعني أنا أؤكد أن في ضبوط كل المحاكم التي جرت لا يوجد أي تهمة منصوص عليها سوى شبهات عامة بأن تقول وتفيد بأن النائب قام أو اتطرف مخالفات أمنية غير ذلك لا يوجد تفصيل لم كما سمعنا في الأخبار ولا كما شاهدنا من على شخص التلفاز وهكذا أيضا جاء اليوم في المحكمة كل ما هناك أن القضاء قالوا أن حيثيات التحقيق ودواعيه تحتم إبقاء النائب قيد التحقيق وتحتم أيضا للأسف عدم إعطاء فرصة لقاء المحامي اللافت أيضا في هذا الموضوع أن نيابة الدولة نيابة إسرائيل اليوم لم تصرح أمام المحكمة أن الأمر القائم اليوم النافذ اليوم هو الأمر النهائي بل على العكس قالت سنقيم الوضع غدا وسنعلم المحامي بوروث فيما إذا سنرفع الأمر صباح الجمعة أو إذا كنا سنصدر أمرا جدا نعم وبالتالي أستاذ جواد هذا يعني أن هذا الأمر أو هذا القرار قابل للتجديد بالاعتماد على ما تراه المحكمة مناسبا خاصة فيما يتعلق بمجريات التحقيق والانتهاء منها أم الصلاحية التجديد ليست موطة للمحكمة بل للجهة المحققة وقرارها خاضع لمراقبة المحكمة نعم إذن ننتظر حتى ذلك الموعد ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن التكهن سواء بموضوع الاتهامات الموجهة أو حتى السماح لنائب العدوان برؤية محامية في الأعرف الدولية أو القوانين الدولية ما هي الحالة التي تنطبق على ذلك حيث أنك أشرت في بداية هذا الحديث إلى أن أبسط الحقوق هي رؤية أي شخص قد توجه له أي نوع من اتهامات وهو في رهن الاحتجاز محاميه الخاص نحن نتكلم في المسلمات الأولى والبديهيات حق المعتقل بلقاء محامي وحقه في الدفاع النزيح وما إلى ذلك وحق المحامي بلقاء موكلة هي حقوق نفس عليها في جميع الموافق الدولية التي تعنى بشهود المعتقلين ونفس عليها أيضا حتى في القوانين الوضعية لدولة إسرائيل ولكن القانون أبقى استثناءا بهذه القاعدة في حالات يدعي فيها أو تدعي فيها الجهة المحققة أن هناك مجبات أمنية لمنع هذا اللقاء تلجأ الجهات المحققة لذلك وهذا ما فعلوه في حالة النائدة نعم تتبعا لحكمها طبعا وهذا التعريف يبقى مطاطا فبالنهاية لا يوجد أي تفاصيل كما تفضلت بالإضافة قبل قليل نعم صحيح نعم إذن التحرك المقبل من قبلكم إذا ما تم تجديد هذا القرار من قبل التحقيق بمنع لقاء بنائب عماد عدوان يعني زيارته صباح يوم الجمعة وأنا آمل أن أستطيع الزيارة لأقسمعه أولا على ظروف الاعتقال معطياته موقفه ردوده تفاعله مع جميع ذلك ففعلا تحول إلى محامي دفاع وليس إلى محامي في الظلام نعم كل الشكر لك على تزويدنا بهذه التفاصيل محامي النائب عماد العدوان جواد بولوس كنت معنا من القدس